أهلا بكم مشاهدين الكرام يوجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني وأبنائي جريا على عادتنا السنوية الحميدة وتواصلنا الدائم وفي لقاء متجدد معكم على الخير والمحبة أستهل كلمتي بتهنئتكم بشهر رمضان المبارك ودخول العشر الأواخر من سائل المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطن العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى أمتين العربية والإسلامية بالعزة والربعة والسعدة أخواني وأبنائي يمثل شهر رمضان المبارك بما خصه المولى تعالى من تفضل وتعظيم وتشريف وتكريم بنجول كتابه العزيز نقطة اقتلاق فيه نفس المؤمن للتوبة والإنابة إلى الله تعالى والاستزادة فيه من صالح الأعمال وفعل الخيرات أن علينا تبكر نعم المولى تعالى علينا والتي لا تعد ولا تفضح لقد أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وتفضل علينا بالأمن والأمان وأفاع علينا كل خير وفضل وسعة رزق ورقد وعيش وأحاطنا بالتواد والترابط والتراحن والأخاء وجعلنا نعيش إسرة كويتية واحدة متكاتفة بالسراء والضراء إنها نعم تستحق من الحمد والشكر وتستوجب المحافظة عليها بالثناء للمنعم وبالأخص والولاء للوطن وبذل مزيد من العطاء لخدمته والعمل الدؤوب للرغي به وتقدمه بالتمتك بتعالمي ديننا الإسلامية الحنيف وقيمه السامية أخواني وأبنائي إن على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاء الراهنة والمقاطر التي لسنا بمعزل عنها واستخلاص العبر والعضاة منها حفاظا على أمن وطننا وسلامته ولن يتأتى ذلك إلا بالتكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول وثارة أعراض الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد وحدتنا الوطنية التي هي السياج الحامل للوطن بعد الله تعالى إنني أجدها فرصة طيبة ومناسبة لدعوة إخواني أعضاء السلطتين التشيعية والتنفيذية إلى المزيد من التعاون والتعازر وتضافر الجهود لتعزيز مسيرة العمل الوصني المشترك ودفع عملية التنمية والبناء وإلى النهوض باقتصادنا الوصني وتنويع مصادر الدخل وترهيد الإنفاق وإلى تدليل كافة العقبات والمعوقات ومعوقات لتلبية التضلعات والطموحات المشهودة لكافة ومعوقات المواطنين كما أجدد الثقة بإعلامنا بإعلامنا الكويتي المغروق والمسموع والمرئي ودعوته للمزيد من العمل والاهتمام بتعزيز الروح الوطنية وإشاعة يواصل المحمة والتوات بين أفراد المجتمع وترحي الغضايا التي تهم المواطنين دون ما تهويل أو إثارة أخواني وأبنائي أقد أكدت مراراً بأن ثروة الوصن الحقيقية تكمن في شبابه فهم أقلى ما نملك من ثروة واستثمار وهم يحظون بجل اهتمامنا واهتمام الحكومة ومجلس الأمة فعلينا العمل على تنمية خزراتهم وساقل مآهرتهم وحفظهم على التحصيل العلمي المواكب لمتصلبات العصر وتحصيلهم من الأبكار الضالة والسلوك المنحن وغنس روح الولاء والوفاء للوطن في نفوسهم وهي مسؤولية تقع على الإسراء والمدرسة والمسجد والمجتمع ولقد سرنا ما حقهوه في الإنجازات وبراكل متقدمة في الميادين العلمية والعدمية والطمية والرياضية بالعديد من المعارض الأقليمية والدولية إذن أدعوكم أبلاء الشباب لإستغلاد الفرص التي باتت مواتية أمامكم لتسغير إمكانياتكم لتطوير غزراتكم والاستفادة معا مما تقدمه الدولة من امتيازات محبجة من خلال الصنوع الوطني لعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لممارسة العمال الحرة والمهانية وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق فيها بالمضافة للاقتصاد الوطني وتعود على الوطن بالخير والنفع أخواني وأبنائي نتابع بألم الأحداث والتصورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة ونسعى مع شقائنا وأستقائنا على حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه هذه المعاناة وتحقيق الأهداف المشروعات التي نصت عليها الشرعية الدولية في هذه القضية كما لا يفوتنا الإشارة إلى ما تعانيه العديد من دولنا العربية الشغيرة من ويلات الحروب والصراعات وفقلان الأمن والاستغرار لا سيما الأوضاع في اليمن وسوريا وإننا نؤكد مجدداً فوقفنا لدعوة الأصراف اليمنية إلى طاولة المباحثة وصولاً إلى الحل السياسي المشروع الذي يضع حداً لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستغرار إلى ربوع اليمن الشريف وإذا كان عالمنا الإسلامي يشهد اليوم واقعاً مؤلماً ويواجه ظروفاً وتحديات سياسية وأمنية خطيرة فإننا مطالبون إزاء ذلك بأن نسعى إلى ترسيخ وحدة صف المسلمين وتكاتفهم وتآذرهم لمواجهة هذه التحديات وزرء هذه المحاطر أخواني وأبنائي نعيش هذه الليالي العطرة من العشر الأواخر رابعين أكف الضراعة ومبتهدين إلى المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويقفل بنوبنا ويمحو خطايانا ويجعلنا ممن وفق لليلة الغدر وكتب له إجرها وأن يوحد سفوقها وغاياتنا لخدمة وطننا وإعلاء شأنه والتحقيق كل ما ينشده من الضهار ونموه ورقاء وإيديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يجمعوا كلمة المسلمين ويحفظ دماؤهم ويحفظ أرطانهم كما أننا نستفكر بكل التقدير والإجلال المغفور لهما بإذن الله تعالى أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وأمير للوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله تراهما سائلين المولى تعالى أن يسمعوا عليهما رحمته ووازع مقرته ورضوانه وأن يسكنهما فشيح جناته مع الصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يرحم شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم وبدلوا دماؤهم الزفية نفاء عن الوطن العزيز والذود عنه ويزله منازل الشهداء وأن يقفل ويرحم موتانا أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا